موسيقى مساء الخير هو محامي وسياسي ووزير يرى أن احترام المجتمعات الإسلامية لثقافة حقوق الإنسان يجب أن لا يكون على حساب خصوصياتها وقيمها الدينية والحضارية وأن الحريات الفردية ليست رفاعية بل هي مصلحة وطنية الدكتور عبداللطيف وهبي وزير العدل في المملكة المغربية في سؤال مباشر معلي الوزير أهلا وسهلا بك معنا مرحبا بك معنا في سؤال مباشر على شاشة العربية أهلا وسهلا شكرا مرحبا معلي الوزير خليني أبدأ معك من ما ذكرته من تصريحك الذي قلت فيه وكان هذا في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال مؤتمر انطلاق المرحلة الخامسة من برنامج الجنوب الذي نظم الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تقول أن احترام حقوق الإنسان يجب أن لا يكون على حساب قيمنا وخصوصياتنا أريد أولا أن توضح لي ماذا تقصد بهذا التصريح أولا شكرا لكم على الاستضافة هذا النقاش الذي كان في أوروبا كان بحضور القوى الكبرى داخل أوروبا ومؤسستها لذلك كان من همية بما كان أن نعبر عن وجهة نظرنا حوال القضايا المطروحة فمفهوم الأسرة وموضوع النقاش الآن يختلف بيننا وبينهم وهذا الاختلاف لا يعطيهم الحق أن يفرض علينا نموذجهم فلهم نموذجهم ولهم نموذجنا ونحن نعيش في ضد تصور مفهوم الأسرة ونحترمه ونحترم الآخرين فقلنا لهم نحترمكم ولكن نجبا تحترموا اختياراتنا كذلك هذا يجرنا ربما لمفهوم حقوق الإنسان والاختلاف والتباين بين المجتمعات العربية الاجتماعات الإسلامية والمجتمعات الغربية بشكل عام هل هناك تصور متفق عليه لأسس معينة يجب أن ترتكز عليها حقوق الإنسان بين الشعوب والثقافات بشكل عام أم أن التصور لحقوق الإنسان من وجهة نظرك لا يصح أن يكون غربيا هو على الحكس من ذلك بالنسبة له لا هو حقوق الإنسان أول مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان الذي تؤسس عليه ثقافة حقوق الإنسان هو مبدأ الحق في الاختلاف فيجب أن يقبلوا هذا الاختلاف إلا أن يصنعوا أشياء ويفرضوا علينا أن نعبدها نحن يجب أن نقبل بالاختلاف معهم ويقبلون بالاختلاف معنا ونتعايش بهذا الاختلاف ومع هذا الاختلاف هناك مبادئ حد أدنى أو حد أقصى في مجال حقوق الإنسان متفق عليه مثل إيش؟ ولكن كذلك لا يعني أن لهم الحق مثل إيش؟ مثل حقوق المدنية والسياسية مثل الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحق في القناعات الدينية الحق في احترام القناعات الدينية والحق في الاختلاف في قضايا أخرى الاختلاف هو العمود الحق في الاختلاف هو العمود الفقري لثقافة حقوق الإنسان لذلك لا يمكن لأحدا أن يعطينا دروسا أو يفرض علينا تصورا معينا كيفما كان مثل ماذا ترى بأن هذه المجتمعات تريد فرض قيم معينة ترى بأنها يجب أن تكون هي الأسس من منظورها لحقوق الإنسان على المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية بشكل هو أكبر موضوع الآن يناقش في هذه المرحلة هو مفهوم الأسرة نحن نختلف في تصورنا تجاههم حول مفهوم الأسرة والأسرة بالنسبة لهم حولوها إلى مجموعة من الصور ومجموعة من التركيبات نحن عندنا مفهوم الأسرة محددة في ذكر وأنت وأطفال إلى غير ذلك نقبل بوجهة نظرهم في حدود أن يمارسوها كما يريدون ولكن يقبلوا بقناعتنا وتشبتنا بأن فهوم الأسرة كما نعيشه نحن لم نملاعهم نحن لم نحرمهم من ممارسة هذا العقل ولكن عليهم أن يقبلوا بأننا نختلف في هذا الموضوع تحت عنوان الأسرة أنا أريد أن تمثل لي بماذا يطالبون مثلا؟ مثل إيه؟ نحن الأسرة بالنسبة لأننا كخلية استمرت منذ أعلاف القرون من السنين فيها الأب والأم والذكر والأنت والأطفال هم يريدون أن تكون إما ذكراً كلها أو إما أنت كلها أو إما شك من الأشكال بحيث لدرجة أن الإنسان لا ينعت بالذكر والأنت ينعت بإكس ولهو الاختيار بين هذا وذاك ولكن في آخر المطاف نحن دائماً كنا نعيش بالاختلاف وهذه طريقة في الحياة وقد يكون بيننا من يؤمن بهذا ومن حقه أن يؤمن بذلك ومن حقه أن يكون بعيداً عنه ويمارس ما يريده ولكن ما أطلب أنا بقدر ما نحترم حقوقهم ونحترم اختيارتهم أن يحترموا بأننا حينما نتمسك نفهم الأسرة ليس إلغاءاً لتصورهم بل حفاظاً على قناعتنا وعلى توجهاتنا وعلى ما نعتقده صحيحاً ما سر هذا الترويج دكتور برأيكم عن الوزير حول الإشعارات المثلية والشذود التي نراها هذه اليوم ومحاولة فرضها كقيم وتعميمة أيضاً عالمياً على كل المجتمعات من خلال ما تتابع أنت دكتور يبدو أنه من سخرة الأخضار أن هذه المثليين أصبحوا قوة سياسية واقتصادية ضاربة تحكم في الأمور وتؤثر على الأمور وتؤثر وتقرر في الأمور السياسية أو تؤثر في الأمور الاقتصادية على مستوى العالمي وهذا يفرض توظف هذه القوة الاقتصادية والسياسية توظف الأليات التي تفرض علينا اختيارات تهمهم ونحن في الحقيقة عاجزين في مواجهتهم لأننا أقوياء علينا بشكل كتير وهناك تعجزين ونحكسوا هذا في مستقبل ولكننا عاجزين في مواجهتهم لحد الآن ندفعهم طبعاً نحن فقط الآن نناضل ونعمل للنا من أجل الحفاظ على قناعتنا وعلى تصورتنا لا نريد أن نلغي ونفكر حتى أن نلغي اختياراتهم لأنهم أقوى منها ولكن أنا أقول لك أنا عندي قناعة مطلقة بأن هذه مجرد ظاهرة ظاهرة سيمر الوقت وستنتهي فقط لأن أخذت بعض الإشعاعات لأنها ظاهرة جديدة ولأنها تشعر الإنسان بكثير من الحرية والاختيار ومرتبطة بمفهوم اللدة وبمفهوم الاختلاف لذلك أنا أعتقد أنها ظاهرة ستمر كيف ظاهرة وأنت تقول بأنه يبدو أنهم قوة سياسية واقتصادية فاعلة وقوية ومؤثرة أيضاً لا يتعارض هذا مع ما قلت دكتور حتى الشيوعية كانت حتى الشيوعية كانت ظاهرة والحركة الإسلاموية كانت ظاهرة وهذه العركات كلهم كانت ظاهرة تمر وتنتهي تعرف إسلامنا وخلفت أثار وليتمدت في الزمن وفي التاريخ ممتاز بس خلفت أثار والتداعيات كانت خطيرة أيضاً على المجتمعات طبعاً وحتى الآخرين سيخلفنا أثار وتداعيات خطيرة ولكن طبيعة الحياة وشكلها كما هو مكون منذ آلاف القرون هو الذي سيستمر هو الذي سيظل حاضراً وقوياً وعنده مكونات الحياة والوجود والاستمرار ما هي أدواتهم لفرض هذه الشعرات أو القيم التي يعتقدون بأنها باتة قيم معينة مثل المثلية والشدود وغيرها بأي أدوات يضغطون اقتصادياً سياسياً أو ما؟ عندهم أدوات عدة أولاً يملكون الرأي العام الدولي الأوروبي والأمريكي ودول أوروبا الشمالية هذه الأفكار كسبت الشرعية الاجتماعية والشرعية السياسية ثانياً لهم حضور على مستوى القرار السياسي ليست هناك حكومة في الغرب ليست فيها متلي أو اتين أو دلاتة حتى أربعة بل بعض رؤساء الدولية تفخرون بأنهم يتزوجون من رجال ويتصورون الرجال مع النساء لأنهم نساء رأس وزراء وكذا إلى خير العنصر الثالث أنه تأثير اقتصادي قوي عندهم علاقات على مستوى القرار لاقتصادي القوي فهذا ينعكس ويتكون رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان متلي وهو مقتنع بهذه القناعة ويدافع عنها وسيدافع عنها موجودين في ساعة القرار ويتعطفون فيما بينهم ويمررون هؤلاء الأشخاص إلى مواقع القرار اللي يستفيدوا منهم في المستقبل بمعنى أنهم الآن يضغطوا بأن إذا لم تفعلوا ذلك فلن نعطيكم في المقابل هذا الأمر نعطيكم الدعم ندعمكم سياسيا ربما سنؤثر على القرار السياسي بداخل دولكم تريد من الكلام نسمعه يمينا ويسارا ولكن أتعرف حينما يكون الإنسان مقتنعا بقناعات يدافع عنها مع احترامه لقناعات الآخرين فإنهم لن يستطيعون ما تقول العاجزين هل يعني بأن هذه المجتمعات العربية والإسلامية يمكن أن تخذ معركة خاسرة في مواجهتهم مع الوزير لا فقط ستتحمل كثير من العبء لمواجهة هذه الأشياء لأن المجتمعات العربية لا تحارب الآخرين ولكن تدافع عن قناعات أبناء شعبها وأبناء أمتها والدفاع ليس هو الهجوم الدفاع في تحمل عبء كبير وتحمل كثير من الملاحظات ومن الارتجاجات السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تحدد بها طيب اسمحنا نتوقف مع كانت فاصل قصير معاني الوزير نعود بعده للمتابعة في سؤال مباشر فاصل المشاهدين هنا أهلا بكم الجديد وجدد ترحيب بضيفي دكتور عبداللطيف واهبي وزير العدل في المملكة المغربية حيكلة دكتور معي الوزير معي في الجزء الثاني تقول بأنه تتخوف من أن تتحول مسألة حقوق الإنسان من صراع قيم وأفكار إلى صراع سياسي لسيما بعد الانتقال من الصراع بين الحضارات إلى الصراع داخل نفس الحضارة مثل ما يقع في الغرب بسبب حرب روسيا وأوكرانيا على سبيل المثال ما معنى الكلام بشكل مبسط نعم أقول لك تقافة حقوق الإنسان على مستويين المستوى الشعبي والمؤسسات والمجتمع المدني هو خلاف حول تقافة حقوق الإنسان حينما نرتقي إلى مستوى الدول تتحول تقافة الإنسان إلى خلاف سياسي إلى صراع سياسي النقاش الصادق والحقيقي يكون على مستوى المجتمع المدني ويكون على مستوى الجمعيات والمؤسسات والمستوى الشعبي أما على مستوى الدول فلن يغير أحدا فكرته بأنه يتحول تقافة حقوق الإنسان إلى خلاف سياسي وعليكم أن تحضروا اجتماعات جناف للمفوضية لحقوق الإنسان لكل سنة وستلاحظون كيف أن الخلاف السياسي يتحكم أكثر من تقافة حقوق الإنسان التي يجب أن تكون هي الموضوع أنت حضرت أعطينا بعض الأمثلة أو مثال واحد ربما على ما يحدث أولا المواقف الدولة وكل دولة توظف تقافة حقوق الإنسان من خلال مصالحها أو صراعها مع الدول الأخرى في حين تقافة حقوق الإنسان تعلق على هذه الصراعات لأنها تهم الإنسان كإنسان وليس كانتماء جغرافي أو كانتماء دولتي ثانيا أنه كثيرا من القضايا الأساسية التي تهم بعض الدول القوية لا تطار في اجتماعات المفوضية ثالثا حين بعض هذه المحكمة الجنائية الدولية لا تهمه إلى الدول الإفريقية مرة واحدة حاكمت مسؤولي دول في أوروبا الجميع تحاكم الدول الإفريقية وتستمر في هذا الموضوع أعتقد حكم بوتين مؤخرا حينما تتحول تقافة الإنسان أو وجهوا تهمها لا لم يحاكموا طلب القمضة أمروا باعتقاله لا لا لم يحاكموا أمروا بالمتابعة حتى الاعتقال غير موجود بالمتابعة أما الاعتقال وهذه الأشياء غير موجودة وبيعرفون مسبقا أنهم لن يستطيع أن يصلوا إلى بوتين دعونا من الكلام الذي يوظفوا سياسيا أنا أقول أنه على الدول توظف تقافة حقوق الإنسان بشكل سياسي وهذا مؤلم لأنني كنت أتمنى أن تكون تقافة حقوق الإنسان عندها الأزوار لكن المصالح الدول مجموعة من المصالح الدول تأسعى إلى المصالح الميتالية يوجد عند المجتمع المدني وعند الشعب وعند الجمعية هذا هم الذين يتعاملون بميتالية مع تقمفة حقوق الإنسان أما الباقي قلوا له مصلحة وما له المصلحة مثلا مفهوم تقرير المصير يوظف ويفسره كل واحد على حالته في فلسطين ليس فيها تقرير المصير في أوكرانيا ليس فيها تقرير المصير في بعض الدول العربية الإسلامية فيها تقرير المصير واجب أن يكون هناك أشياء يندلها الجبين في تقافة حول الإنسان دعني أدخل في شأن المغربي معالي الوزير أنت وزير عدل مغربي وأثرت الجدل كثيرا يعني في داخل المغرب حول كثير من القضايا ربما شدت في تصريح لك على ضرورة إرسال قانون يجرم تزويج الطفلات ويعاقب من يخالفه في السجن هذه المسألة مسألة الزواج القاصرات هي مسألة مثارة دائما هل تشكل ظاهرة في المغرب خاصة أنت وضعت أرقام في 2017 تقول عرفت تزويج ما يزيد عن 26 ألف قاصر 19 ألف حالة في 2021 هل باتت ظاهرة زواج القاصرات أكبر إهانة نهيشها في المغرب لا يمكن مطلقا لإنسان يحترم نفسها أن يقبلها بتزويج القاصرات القاصرات مكانهم هي المدرسة مكانهم هو التعليم والتعلم أم ليس هو الزواج الزواج 18 سنة إلى ما فاق لذلك أنا ضد زواج القاصرات وسأظل أن أكون ضده وأعتقد أنه شرف كبير أن أتبنى هذه القضية ألا يوجد قانون في المغرب يمنع زواج القاصرات أو ما الذي يمنع أن يكون هناك قانون لا يمنع أي شيء نحن الآن في إطار التفكير في تغيير القانون القانون يحدد سنة 16 سنة ويعطي الحق للقاضي عفونا في 18 سنة ولا للقاضي الحق أن يعطي الإذن بأقل نريد أن نلغي هذا الموضوع نريد أن نلغي هذا الموضوع نهائيا حتى لا يعود هناك زواج القاصرات بقى الزواج فقط في 18 سنة وإذا تزوج شخصنا في أقل من هذه السن يجب تجريمه معاقبته بالسجن كم سن نسبة للأب سن القانونية للزواج أو ما يجب أن تكون عليه هذه السن القانونية للزواج في المغرب برأيك 18 سنة 18 سنة 18 سنة أقل من هذا يجب أن يحاسب ويعاقب سن الرشد ويعاقب سن الرشد 18 سنة سن التصويت في الانتخابات 18 سنة طب وما الموقف في المغرب لماذا لا يوجد هناك ربما قبول وتزيد أعداد هذه الزواجات خاصة في الريف لا العكس هناك بعض التوجهات البسيطة حتى في الريف نفسها التي تتصرفها الاتجاه القريبة من الفكر المحافظ لأنه سمعته متخلفا محافظا قال إما الزنا وإما الزواج القاصر هذا التقابل غير مقبول لا منطقيا ولا فكريا ولا أخلاقيا لماذا لم يقول إما المدرسة أو الزواج أنا أريد أن تذهب للمدرسة لتدرس لتتعلم بناتي بلدي أريد أن تتعلمون ويتحملون مسؤولية مجال دولتهم غدا هذه متمنتنا لذلك نحن نصير في اتجاه أن نغير هذه المادة وسنرأينا ذلك في المستقبل لو طبقنا ما قلت بأن من يتزوج قاصرة يجب أن يذهب للسجن اليوم لو حصل ذلك وطبقته كم من العدد في المغرب سيسجنه عملها في التجربة في مصر ونجحت ومنعت زواج القاصر لماذا نحن تخيفنا هذا الموضوع أنا قلت في البرلمان أن زواج القاصر وقتصاب لطفلة الطفل ليست لها إرادة الطفل له حقوق وليست عليه التزامات أو واجبات لذلك يجب أن نحمي حقوق الطفل وهذه المتلقاصر هي طفلة في آخر المطاف أنت كمان لك أثرت جدل كثير حول تصريحاتك حول مسألة إثبات النسب للمواطنين في المغرب ضعنا أولا في حقيقة هذه القضية مع علي الوزير ماذا كنت تقصد بكلامك يعني بسيطة بسيطة عندنا ما يسمى بالأمهات العازبات وعندنا الذين يولدنا خارج المجال الشرعي أي أن الأطفال الذين يولدنا في علاقات غير شرعية أو في إطار ما يسمى بالعلاقات الرضائية لكن عندي السؤال ما دربوا هذا الطفل وإذا كان العلم وصلها إلى أقصى مستويات الإثبات من خلال البحث الجريني ما المانع من استعباله لتحديد من هو الأب ومن هو الأم الأم معروفة من هو الأب ليتحمل نعمل البحث الجريني الذي حددته الأم وقالت بأنه هو سبب هذه العلاقة سبب هذه الولادة أو هذا الحمل وأن ذلك يصبح له مسؤولة اقتصادية تجاه ذلك الطفل يؤدي النفقة لا يمكن هو أن يقوم بحمل امرأتين ثم يختفي بأي حق يجب أن يتحمل المسؤولية عن أفعاله والإنسان أو الرجل هو الذي يتحمل المسؤولية تجاه ما يرتكبه من أفعاله والعلاقة الجديدية التي أدت إلى الحمل يجب أن يتحمل فيها المسؤولية ما كنت قاسي أو مبالغ بدون نفقة ما كنت قاسي عندما قلت كلما مر طفل فحصوه لتبحث عن أبيه لأنني أفكر ووصلت كلامك تقول وكأنه بشكل ساخر حينها ستجد المغرب يسير في الطريق متبوعا بعشرين طفل كنت قاسي معني الوزير هذه قلت بسخرية لماذا لا تريدني أن أضحك مع الناس وأبتسم مع الجمهور لماذا تحولون كل كلامي إلى اتهامات أنا أعيش حياتي أنا أعيش حياتي بحرية جيد جيد حتى بس لا تضعني في دائرة اللومة والاتهام هذه المحافظين هذه المنظمة نساء العدالة والتنمية هي التي استغربت لهذه الجرأة كما وصفتها محافظون محافظون يبحثون محافظون يبحثون عن أي شيء من أجل عرقلة ما أقوله ما أفعله أنا أمارس قناعاتي ولا أخفيها ولا أنافق أقول الحقيقة وأدافع عنها أولئك يتكلمون كانوا في الحكومة ولم يفعلوا والآن علي أن أفعل أنا حينما يقول في الحكومة يلغو ما أنا فعلته ولكن أنا بالنسبة لي لا يمكنني أن أقبل طفل وليس من القساوة وليس من الحمق أن أقول بأن هناك طفل له حقوق وهذه الحقوق هي معرفة من أبي ومن أمي كيف تترد عليهم عندما يقولون بأنك تطعم في الأعراض معالي الوزير وتتهم وتتدخل في اختصاصات ودور الفقهاء والعلماء في مجال الفتوى فيصبح تفتي فيما هو وعلى هواك في الحلال والحرام كما جاء في بيانهم يعني أننا لم أحل الحلال لم أحلم حراما ولم أحلم حلال أنا قلت لجارة نظري في إطار المساطر القانونية هم يحاولون أن يفجروا الأمور ويحولوها إلى جرائم ويجيبون على أسئلة لم يطرح عليهم أحد هذه مشكلتهم ليست مشكلتي أنا أعرف بالضبط ما أريد وأتجه في هذا الإتجاه أنا أريد أن أحمي الطفل أن أحمي الأم أن أضع كل شيء في إطاره القانوني أما هم يقولون كلاما واتهامات الحد لأن لم يستطعوا أن يجيبوني قانونا يوجهون ويكيلون الاتهامات أنا أفهمهم هذه وسيلة العاجزين وأنا أحترم عجزهم يطالبونك باعتدار هل ستعتدرهم له أولو اعتدار عن السخرية ومن يعتدر لذلك الطفل المسكين اليتيم الذي ليست له شهادة الولادة وله إمكاني الدخول إلى المدرسة وليست له حياة من يعتدر لذلك الطفل دكتور هناك أيضا مشروع القانون الجنائي المغربي وهناك خلاف حوله باختصار ماذا جرى بخصوصي هل تعثر؟ خلاف على ماذا هناك مسألتين أساسيتين هناك الحريات أنا أعتقد أن الحريات يجب أن أراقبها في الفضاء العام وليس في الفضاء الخاص وأن الدولة تدخل في الفضاء العام وليس في الفضاء الخاص وهذا خلاف حولهم هم يريدون أن يتدخلوا إلى البيوت والغرف ويراقبوا قتلهم لا يمكنكم أن تتجسسوا وتدخل البيوت حتى تستأدينوا إلى آخره أما في الفضاء العام ففعلا يجب أن تتدخل الدولة إذا لا رحضت أن هناك فيه مساس بالحشمة أو مساس بالاختلاف ولكن في الفضاء الخاص هذه المسألة الأولى المسألة الثانية التي كانت مطروحة بالنسبة لهم هو الإتراء الغير المشروع كيف يمكنني أن أقول لمواطن تعالى اتبت لي بأن ما تملكه مشروع في حين الدستور ينص صراحة على قرينة البراء معنى أن الإنسان بريء إلى أن تتبت إدانته وإدانته يجب أن تتبتها أنت في النيابة العامة أو الدولة يجب أن تتبت إدانة وسائل الإتبات أن ذلك الشيء سترتكب فعلا لكي تحاسبه أو تستدعيه أو حتى أن تكلمه إذا لا تملك لا يمكن الإنسان أن نأتي به ويعلن من أين جاءت أمواله أو كيف جاءت أمواله لأن الإنسان لا يجوز أن يعترف ضد نفسه أولا تانيا أنه مش هل أنظمة قانين معمول بها في مجتمعات أربية متطورة ومتقدمة لا أعتقد إثنين أو ثلاث دول هي التي تتبنى هذا الموضوع لماذا نبحث عن أي جديد لكي نتبنى دول أفريقية دولتين أفريقية يعني في أمريكا مثلا ما عندهم القانون المغرب وهناك الدستور هناك القانون وهناك الدستور المغربي وهناك قانون وهناك الدستور المغربي وهناك قارنة البراءة وهناك حقوق الناس لا يمكن أن أقبل أن يوسع بدماتهم إذا لم يملك وسيلة إثبات ضده كل شخص بريء كل شخص جيد حتى يتبت العكس لن أدعو مغربي وأستدعي إلى مغفر الشرطة أو أستدعي إلى المحكمة وأقول له أنت رس وأنت ابني الكلب وعليك الآن أن تتبت براءتك هذا المنطق لا يوجد إلا في الأنظمة المستبدأ طيب هناك جرائم تقول ما أنزل الله بها من سلطان يتعين إلغاؤها سريعا ما هي هذه الجرائم طبعا كثير من الجرائم كثير من الجرائم التي ألغيناها تهم بعض تهم الحرية الفردية بعض منها وبعض الأخرى تهم بعض مثلا تصور ما وجدنا في النص القانوني أن إحرق خيمة خيمة يصدر حكما إلى 20 سنة سجننا فينا بكم تساوي هذه الخيمة أجعل شخصا أضحي بعائلته وباستقراره الجتماعي ودخله إلى 20 سنة ما تهلا وهناك بعض القضايا الأخرى إذا قلتها ستتير درجة أخرى إذا من الأفضل أن ننساها حتى يخرجوا برجع لك بس إلى موضوع من أين لك هذا وأنه في حلقة أخرى نقول كل شيء إن شاء الله من أين لك هذا يعني لو طبك سيحمي يعني ربما من الفساد وربما يقضي على الأموال المشبوهة ومن جمعوا أموالا بغير حق أليس كذلك ما للوزير كيف ستضمن لي واحد جاء بفلوس والله مدري من فين يعني صار له 20 سنة ويجمع فلوس بدون أن يكون لها مصدر حقيقي ليس من حق المجتمع أن يحاسبوا عليها يعني إذا استيقظ هذا المجتمع لا ما دام لم يتبت اسمع الدولة تملك وسائل الإتبات الدولة تملك السلطة الدولة تملك الأجهزة الدولة تملك كل شيء ولا تستطيع أن تتبت الجريم الذي ارتكب هذا الشخص قبل سدائه يبدو أن هذه الدولة يجب أن نعيدها فيها النظر الدولة يجب أن تتبت الفعل الجنمي قبل أن تسدع الشخص حماية لقرية البراء إما إذا فتحنا هذا المجال فلن تقف عند البريء السلطة حينما تعطيها حرياتي الأكثر لا تقف عند المتهم ممتاز بل ممكن أن تذهب إلى الأبرياء كذلك المهموني هو أن أحمي ذلك البريء أكثر متى سيظهر القانون قانون قصر نحن انتهينا منه في حق في وزارة العدل نحن انتهينا منه في وزارة العدل وهو لدى الأجهزة الآن والمؤسسات الدولة والوزارات لمناقشته وقانون القاصرات اسمه حيكون قانون القاصرات هذا مرتبط بمدوانة الأسرة هذا مدوانة الأسرة وهو مجال ديني والمجال الديني هو مجال لجلالة الملك ننتظر منه أن يمنحنا توجيهاته فيما يخص المسطرة والطريقة وكذا لأنه قانون مجتمعي في جميع يا سيدي في جميع الأحوال أنا أبدي بوجهات نطر وأدافع عنها في الحكومة وخارج الحكومة وفي حزبي وفي الجرائد ولكن في آخر المطف لا القانون هذا قرار مجتمعي قرار دولة وفيها أكثر من جهاز وأكثر من مؤسسة إذا استطعت أن أمرر الأشياء كان لي شرف بذلك وإذا لم أستطع كانني شرف أنني صرحت بها وطرحتها في الساحة السياسية سعيد جدا بتواجدك معي أشكرك شكر جزيل مع علي الوزير العفو مرحبا أهل سيد شكرا إذن كان هذا لقاء من سؤال مباشر مع وزير العدل في المملكة المغربية دائما يمكنكم متابعتنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب والمشاهدة هذه الحلقة والاستماعي لها مشاهد وعلى العربية بودكاستي لك اشتركوا في القناة